هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وسهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف وترككم مع المقطع سلام عليك حقيقة رحزيز المشاهد في مقطع جديد من لعبة الدرينك من اهم الايتمات اللي موجودة باللعبة اللي هي الارفل تير واللي رح يسمح لك بالريبيرث او الريسبك لشخصيتك واللي هي اعادة توزيع النقاط اللي جمعتها طبعا متطلب الوحيد انك توصل للراية لوكاريا اكاديمي وتقتل البوس هناك اللي هي رينالا كوين اوف ذا فول مون وبعدها رح تعطيها هذا الايتم وتعيد توزيع شخصيتك ولكن ما رح تقدر تعيد توزيع النقاط من الصفر لا اذا مثلا بديت بالهيرو وكان مثلا السترينغث 15 رح يصفر لك السترينغث الى ال 15 وغيرها من الستات اللي اول ما تبدأ اللعبة يعني ما رح يتصفر معاك حرفيا ولكن كل اللي جمعته وفرمته النقاط اللي جبتها بنفسك رح تقدر تعيد توزيعها ولكن هذه الطريقة الوحيدة اللي تغير فيها البلد تبعك المهم كل اللي تحتاجه اللي هو الايتم اللارفل تير وراح ارويكم الحين اسهل الاماكن اللي يجيب منها هذا الايتم اول منطقة يا اخوان الاقيل ليك ساوث هذه تقريبا من بدايات اللعبة رح تحصل هذا الزومبي واقف هنا بعد ما تقتله رح يتحول الى دب وبعدين رح يجيك هذا الايتم مدري اش المعنى ولكن رح تلاحظون معاي ان هذا الايتم غالبا انك تقتل واحد بعدين يتحول عشان يعطيك الايتم هذا ولعل هذا ارتباط بمعنى هذا الايتم يعني هذا الايتم يحولك من شخص الى شخص عشان تحصله الشخص اللي يعطيك اياه يتحول من مودي تفلسف بس والله حس الموضوع مرتبط مثل ما تلاحظون في المكان الثاني البول براون شاك نفس الشي رح تقتل هذا وبعدين رح يتحول وراح تقتله مرة ثانية عشان تحصل الايتم طبعا انتبه للبول صراح عشان توصل للمكان والمكان الثاني اللي هو الفيلج اوف مدري ايش المهم في هذا المكان هالمرة ما فيه قتال ولا فيه تحول وهذا ينفي المعلومة اللي ملكيس قبل شوي والطريقة اللي بعدها مرتبطة بالارتست شاك طبعا كل عليك انك تدخل هذا الكوخ وتتفاعل مع الرسمة وبعدين تتجه الى البيهايند كاريو مانر وهنا بتلقى الرسام او مكان الرسام وين ارتسمت الرسمة وهذه احد الغاز اللي موجودة في اللعبة هم تقريبا سبع لوحات وذكرتها في مقطع ماضي طبعا كل اللي عليك انك تروح لهذا المكان وراح تحصل منها درع او لبس وراح تحصل منها اللارفر تير هذا المكان قريب من القلعة حق ريا رح تتوجهون مثل هذا الاتجاه وتنزلون تحت رح تحصلون الام بي سي اللي بيع لك اللارفر تير اذا كان ميت الام بي سي هذا عندك ممكن انك تاخذ الجرس وتعطيه الى التوأم اللي موجودين في الراون تيبل هول وتشتري من عندهم الايتم وعندكم مكان في الكيلد هايوي ساوث نفس الشي هنا موجود فيه زومبي والزومبي هذا يتحول طبعا رح يتحول الى عملاق هالمرة وبعد ما تقتله رح تحصل على الايتم واخر مكان اخوان في الاوتر وال نفس الشي رح تحصلون زومبي والزومبي هذا رح يتحول المهم في اكثر من مكان او في اكثر من طريقه غير الطرق هذه اللي رويتكم اياها ولكن ما رح تحتاجون يعني الكثير منه اتمنى ان في احد استفادة المقطع لا تنسون اللايك وشكرا المنتسبين القناة وشكر موصول لكل من دعمني بلايك وكومنت ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته